وعن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا والعراق وأسبابها وتداعياتها ينضم إلينا في الستوديو الباحث في شان العراقي شاهو القرداغي أستاذ شاهو مرحبا بكم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية في العراق وسوريا ما الذي نفهمه من ذلك أستاذ شاهو؟ طبعا مرحبا بكم وتهياتي لكم والمشاهدين الكرام حقا هذا القرار يؤكد أنه هناك تضارب أو تناقض بين البيانات الرسمية التي تروج في العراق بأن الأمن والاستقرار مستتب وبأنه لا يتوجد أي مشاكل أمنية داخل العراق وبين التصور الأمريكي الذي يرى أنه إلى الآن هناك مخاطر داخل العراق بالنسبة للمصالح الأمريكية ومصلحة الأمن القومي الأمريكي إذن إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في العراق وسوريا أيضا ترى أن هناك خطر يهددها من خلال هذه الدول وهذا يعني أن مصدر الخطر هذا طبعا سواء كانت هذا المصدر هو تنظيم داعش أو الميليشيات الولائية الموالية لإيران التي تعلن العداء لولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بقصفها بغض النظر عن طبيعة الخطر الذي يقصده الجانب الأمريكي إلا أنه يعني يؤكد أن هناك مخاطر داخل العراق وإلى الآن لم يتحقق الاستقرار الذي يتم التسويق له والترويج له سواء من قبل السياسين داخل العراق ومن قبل أطراف خارجية أخرى إذن الآن هذا القرار يؤكد أن حالة لاستقرار مستمرة وأن المطالب العراقيين مطالب حقيقية وأن الشعارات التي خرجت وسوقت للانتخابات المبكرة بأنه سوف يعالج جميع المشاكل لم تعالج أي شيء يعني نرى أن التمديد الذي حصل قبل عام الآن يتم التمديد مرة أخرى إذن المشاكل الأمنية والسياسية إلى الآن مستمرة ومخاطر التهديدات التي قد تنشأ داخل بيئة العراق يعني البيئة المضطربة أو التدهورة ما زالت مستمرة للأسف طيب ساشاه من مصلحة من تمديد حالة الطوارئ من الذي يستفيد من وراء ذلك؟ طبعا الأطراف التي قد تسوق أو تحاول أن تبرر التواجد الأمريكي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية دائما تبحث عن مبررات للبقاء في العراق نحن نسمع دائما ونرى الضغوطات التي تمارسها إيران من خلال وكلائها لإخراج القوات الأمريكية الآن هذا القرار يعطي تبرير لبقاء القوات الأمريكية خلال الفترة الماضية رأينا أن الفصائل المسلحة ركزت وطالبت الحكومة بأن تؤكد على الانسحاب الأمريكي الفوري ولكن الانسحاب لم يحصل إلى الآن ولن يحصل طبعا الآن هذا القرار يعطي مبرر واضح للقوات الأمريكية بالبقاء لأن هذا القرار يؤكد مجددا أن في العراق قد يتشكل أي خطر قد يهدد مصالح الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي مباشرة وبتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستفيد من هذا القرار لتبرير وجودها داخل الساحة العراقية وأيضا تعزيز هذا الوجود وقد يكون هناك تمديد للتعاون الأسكري مع بعض الجهات العراقية يعني الجيش العراقي أو بعض الجيش الأمنية العراقية بحجة هذا القرار بأنه هناك مخاطر قد تتشكل مستقبل ولكن أستشاه الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال قامت بمجموعة من العمليات العسكرية والأمنية ألم تسفر هذه العمليات عن تعديل الأوضاع نوعا ما في العراق؟ طبعا هذه الإجراءات التي تمت أو حتى آخر شيء إعلان الانتصار على داعش كان المأمول أن يتم انتهاء أو غلق ملف التهديدات الأمنية والعسكرية داخل العراق ولكن رأينا أنه انتهى داعش وجاءت الفصائل المسلحة التي حلت محل داعش وباتت تمارس نفس النشاطات التي توارسها هذه الجماعات الإرهابية من خلال عمليات القصف من خلال عمليات تهديد مصالح الآخرين الآن نرى تهديد الكويت يعني اطلاقا من العراق هناك ميليشيات تهدد وتقوم باستعراضات عسكرية إذن ما دام هذه الميليشيات موجودة لا يمكن التعويل على الوعود الحكومية بأن الاستقرار استتب وبدليل أنه على الرغم من أنه تم مر أكثر من أربع سنوات على الانتصار النهاي على داعش إلا الآن هناك خلايا نائمة إلا الآن هناك تحركات تعرضات في مناطق حدودية وبالتالي هذه الإعلانات الحكومية للأسف دائما كانت تصب في مصالح سياسية لانتخابات أو للتسويق لأمور سياسية يعني كانت تستخدم كما أن العبادي استخدم هذه الورقة ورقة للانتصار للتسويق لنفسه في الانتخابات باقي الانتصارات أو باقي الإعلانات أيضا كانت تستخدم كأهداف سياسية وليست كحقائق على أرض الواقع ساشاهو عملية تمديد الحالة الطوارئ هناك من يقول بأنها إعلان صريح بفشل الحكومات المتعاقبة في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق البعض الآخر يقول بأنه إعلان فشل المشروع الأمريكي في العراق ماذا تقولون أنتم؟ طبعا كلا الأمرين صحيحة يعني الأول الحكومة العراقية سواء الحكومة الحالية والحكومات السابقة بهذا القرار تؤكدان أنها لم تحقق الحد الأدنى من الأمن المستقر أو الأمن المطلوب للعراق كدولة على الجانب الآخر وهذا هو الأهم وعود الديمقراطية التي انطلقت قبل 2003 يعني 2002 نحن نتذكر الوعود التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا بتأسيس ديمقراطية ومساعدة العراقيين على بناء الدولة حقيقية وكلام رامس فيلد بأنه مهدفهم الوحيد هو مساعدة العراقيين على بناء دولة عادلة هذه الوعود بعد أكثر من 18 أو 19 عام لم تتحقق على أرض الواقع يعني الآن هذه الوعود سواء تحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية أو سواء تحملت الحكومات العراقية المحلية المسؤولية إلا أنها بالنهاية لم تتحقق يعني لم تتحقق حتى بالنسبة 50% يعني ليست تحقيق الكامل ولكنها لم تتحقق وتحولت العراق بالعكس يعني إلى دولة كانت شبه مستقرة إلى دولة تشكل خطر على الآخرين يعني دولة ليس فقط هناك مشاكل داخلية داخل الطوائف داخل المكونات بل هناك مشاكل بالنسبة للدول الأخرى تهديد الجيران تهديد الدول العربية تهديد الدول الأخرى تحول العراق إلى محل انطلاق المقاتلين والصواريخ إلى سوريا إلى لبنان إلى باقي الدول هنا يعني أصبح العراق ليس فقط دولة ضعيفة وهشة بل دولة تشكل مخاطر على الآخرين وهذا ما دفعت الإدارة الأمريكية إلى تمديد هذا القرار والنظر إلى العراق كبيئة خطرة وتهديد بالنسبة للإدارة الأمريكية تعتقد أن تمديد حالة الطوارئ يستلزم تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق طبعا بلا شك لأنه إلى الآن لا يوجد أو لا توجد قوى عراقية رسمية من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد عليها في بسط الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات التي هي تراها تهديدات حقيقية يعني لنكن صريحين إلى الآن القوات الأمنية العراقية حتى يعني رأينا هذا الأمر خلال التظاهرات رأينا هذا الأمر خلال قصف السفارة الأمريكية قصف البعثات الدبلوماسية لم تستطع أن تواجه الميليشيات مرة أو مرتين قامت باعتقال بعض الأناصر الميليشيوية بعدها تحت الضغوطات تم إطلاق صراحي إذن لا يوجد قوى أمنية محلية من الممكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه الفصائل التي تشكل خطرا على المصالح الأمريكية وبالتالي هذا الأمر يستوجب بقاء القوات الأمريكية ولكن هل القوات الأمريكية أيضا تستطيع أن تواجه بمفردها دون الاعتماد على هذه القوات الأمنية الرسمية يعني تواجه مخاطر الفصائل المسلحة هذا الأم هذا السؤال أيضا مهم هل هي تستطيع أن تفعل ذلك وأنا أتوقع أنها تعلم جيدا أن الفصائل تتحرك وفق المصالح الإيرانية يعني كلما تدورت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران تحركت الفصائل وبالتالي هي تدرك أنها لو عالجت أو لو دخلت في اتفاق جديد نووي مع إيران فإن هذه الفصائل سوف تخضع كما كانت في السابق ولن تشكل أي خطر على المصالح الأمريكية ولكن هناك سؤال في دور وفائدة الميليشيات في إبقاء العراق غير مستقل يعني مثلا نأخذ في طلب بايدن تمديد حالة الطاورة في العراق المرسل للكونغرس الأمريكي يقول بايدن دعني أقرأ لك هنا ما يقوله بايدن يقول إن العقبات التي تعترض استعادة السلام والأمن وتطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية في العراق لا تزال تشكل تهديدا السؤال هنا ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في إبقاء العراق غير مستقر ما الفائدة من وراء ذلك أستاذ شاهو؟ طبعا الميليشيات مبرر وجودها هو الإرهاب الذي حصل عام 2014 يعني ظهور داعش كان مبرر لبقاء بوجود الميليشيات إذا قلنا وجزمنا بأن انتهى الإرهاب بشكل كامل ينتهي مبرر تواجد هذه الفصائل المسلحة والميليشيات ويبقى المطلب الوحيد هو تقوية القوات الأمنية المسلحة هذه الميليشيات لا تستطيع أن تعمل داخل بيئة مستقرة يعني هي أدواتها للحركة والتحرك هي بيئة فوضوية ليست فيها أجهزة أمنية مستقرة الدولة غائبة يعني إذا كانت هناك دولة حقيقية هل كانت الميليشيات تستطيع أن تسيطر على منافذ حدودية؟ قطع الله هل كانت تستطيع أن تأخذ أتاوات من التجار وتؤسس مكاتب اقتصادية داخل مناطق المحررة؟ الآن عندما يذكر الإدارة الأمريكية في هذا البيان أن هناك عرقلة لأمليات إعادة الإعمار طبعاً أصلاً جميع المؤتمرات التي حصلت لإعادة إعمار العراق إلى الآن لم تحول إلى خطوات الأرض الواقع الدول تتردد المنظمات تتردد لأنها لا تدخل بيئة غير مستقرة فيها فصائل خارج إطار الدولة وتحتمي بالدولة يعني هنا الإزدواجية وتحتمي بالدولة تقوم بفرض أتاوات أو تريد حصص من هذا العمل وبالتالي ما دام هذه الأطراف موجودة على أرض الواقع إذن لا استقرار يبقى وأيضاً لا يتم التقدم خطوة واحدة في ملف إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة والمحرر يعني هذه المناطق تبقى كما هي ما دام هذا السلاح المنفلت موجود فيها طيب وساشاه أنت قلت بأنه تمديد حالة الطوارئ هذا القرار الأمريكي المرسل من قبل بايدن إلى الكونغرس الأمريكي قلتم بأنه يستلزم تمديد الوجود وجود القوات الأمريكية في العراق كيف تتوقع الرد الميليشيات بعد إعادة جدولة انسحاب القوات الأمريكية والغربية من العراق طبعاً إلى الآن هناك إصرار ميليشيوي يعني خلال الفترة الماضية كان تمثيل الممثل السياسي للفصائل كان يؤكد ويركز على أن البرلمان الجديد عليه أن يتحرك في مواجهة التواجد الأمريكي وعلى الحكومة التحرك في هذا الأمر ولكن أنا أتوقع أن هذه الضجة الميليشيوية هي تدخل ضمن الإطار الإيراني يعني نحن نرى أن هناك الآن مشاكل في المفاوضات النووية وبالتالي الميليشيات قد تصعد وفقاً للأجندة الإيرانية ولكن إذا حصلت انتفاق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الميليشيات سوف تخضع ولن يكون لديها أي مشكلة مع التواجد الأمريكي وبالتالي هذا الموقف الميليشيات من البقاء القوات الأمريكية ليس موقفاً نابعاً وطنياً من إيرادة مستقلة داخلية بل هي موقف مرتبط بأجندة إقليمية بإيران وهي بالمفاوضات النووية وبالتالي لا يمكن التعوين عليها ولذلك نرى كثرة الإزدواجية في القرارات يعني هم وعدوا أن خلال اليوم الأول من العام الجديد سيتم طرد القوات الأمريكية فجأة توقف المشروع يعني هذه الأمور ليست مشاريع وطنية بإيرادة حقيقية داخلية بل هي جزء من أجندة خارجية يتم تحريكها وفقاً للمصالح الإيرانية ويقافها عندما يكون هناك المصالح الإيرانية تتطلب ذلك مستشاه تمديد حالة الطوارئ أحرج الحكومة الموجودة الآن في بغداد تعتقد ذلك؟ طبعاً هي تناقض المؤتمرات والمبادرات التي حصلت خلال العام السابق وهي التي تؤكد أن العراق استقار وسوف تلعب دور وسيط بين دول المنطقة وتساهم في تعزيز الاستقرار هذا القرار يناقض الوجه الذي يريد الحكومة التسويق له لأن الحكومة لا تريد إلى الآن أن تكون صريحة مع نفسها ومع شعبها بأن هناك خلايا إرهابية تشكل خطر على الأمن الداخلي والخارجي ويجب التعامل معها بالقانون ما دام هي تغض النظر عن هذا الملف المهم إذن المشكلة ستبقى والعالم لا يتم خداعه بالترويج أو الوعود والتعهدات التي يطلقونها للعراقيين يعني من الممكن خداع بعض المواطنين ولكن العالم يرى الحقيقة على أرض الواقع وبالتالي لا يمكن خداعهم ويصدر هذه القرارات التي تحرج الحكومة بلا شك الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي شكراً جزيلاً لكم شكراً لك مرحباً بك